كانت الكلمة في البداية وقال لك انا لو عرفت باعة باعة والله محدش فيها مساعدتها الحكاية ماشية ازاي النهاردة كل حاجة في البلد بتباع تعالى نشوف مع بعض القرار بتاع وزارة المالية اللي بتبيع معلومات وبيانات المحامين وكل المهن المختلفة في قرارها سنة 19 يوليو سنة 22 لصالح الشركة اي تاكس مقابل خمسين مليون في السنة تعالى نشوف كده ادي قرار وزارة المالية بعد الاطلاع ها 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 المادة الاولى يرخص شركة تكنولوجيا تشغيل الحلوة الضربية اي تاكس بالعمل مقدم خدمة لمنزومة خطورة ضربية الالفترونية المادة التانية تلتزم شركة تكنولوجيا تشغيل الحلوة الضربية اي تاكس بان تؤدي الى مصلحة الضربة المصرية عقب صدور هذا القرار مبلغ وقدره 100 الف جنيه بس والتي تؤدي الىها كل سلاسة تؤدى الىها كل سلاسة اشهر من تاريخ العامل وقدره القرارمية وعادل 10% من قبلة المقابل الخدمة التي تتولى تحصله من مولين يعني هو هيبيعك مقابل 10% حاجة يعني حاجة محزنة يعني حتى في يعني هو بيبيعك مش قادر يعمل مصلحة يعني حاجة ضد العقل اقسم بالله العظيم ده مفيش حاجة يا عم ده يا عم شركة يا جدعان يا جدعان بتعملوا في نفسكم كده ليه ده شوية شباب صغيرين من اي قسم حاسباته ومعلومات فيك يا مصر يعمل لك 10 ايه تاكسي ديه يعمل لك 10 منها بتبيع المواطنين بعشرة في المية من ثمن الفلوس وزير مالية يا جماعة املوا في الحياة اديني اي حاجة وان حبيبك والله العظيم ماشي بمئة الف جنيه عايز مئة الف جنيه مقابل فواتير الالكترونية تضمن معلومات كل الناس تضمن معلومات كل شيء في مصر تضمن بطايق شخصية لكل حد في مصر مهمة او مش مهمة حاجة يعني عذاب العذاب من جوه ويقول لك دولة فضيعة وجمهورية جديدة تعال تفرج معي تاني يرجع للخبر تلتزم الشركة المادة التالتة بقى بتقديم دمام مالي لمصلحة الدرائب مقدروا كام؟ خمسة مليون جنيه يا راجل يعني انت قبضت الاول انت قبضت الاول فانت خلاص قبضت فهتشغل بقى تاكسي دي تقعد انت بقى ايه هتحصل لك بقى وتاخد انت عشرة في المية ويقول لك احنا دولة شغلها كشك مدورها زي الكشك ويقول لك احنا دولة ومش جديدة ده احنا اجدد من جديدة بس وريني الدولة دي فين يا معيد شكرا